تأهل الأردني عبدالله شلبايا إلى ربع نهاء فئة الفردي في بطولة وزارة الداخلية تشالنجر للتنس بعد تغلبه على المصنف الثاني الإيطالي فابيو فونيني وذلك في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات دور الستة عشر من البطولة التي تقام على ملاعب نادي ضباط الأمن العام في القضبية كما شهدت منافسات ربع نهاء الزوجي انتصار الثنائي التونسي عزيز دغاز والشيكي داليبور سيفرسينا على الشيكي رومان جيبافي وديفيد فيغا هيرناندز وخلال المعرض المصاحب للبطولة وقيمت فعاليات متنوعة احتفاءا بذكرى يومي ميثاق العمل الوطني تضمنت هذه الفعاليات مشاركة الفرقة الموسيقية للشرطة بالاضافة الى تخصيص ركن للحرف اليدوية والتراثية وركن ترفيه للأطفال هذه البطولة مثل ما كنا نذكر نحن انها نجحت قبل ان تبدأ وراح استدل على مسؤولين رابطة المحترفين للتنس الشالنجر في يوم القرعة صرحوا ان هذه البطولة صنفت من افضل خمس بطولات على مستوى العالم كان هناك تقييم بالنسبة لللاعبين وايضا المنظمين الحكام والاخره والكل اثنى واشاد ان هذه البطولة تعتبر من افضل البطولة نظمت حول العالم وهي مفخرة طبعا للاخوان في وزارة الداخلية والاتحاد الرياضي ونادي الضباط وكل محبين لعبة التنس فرحان كتير اللي نبدأ موجود في بحرين ما فهماش كتير بطولات في البلدان العربية شرف لنا اللي نبدأ عنا بطولة كبيرة كما هذه في البحرين ان شاء الله البلدان الاخرين يتشجعوا كيف كيف وينظموا بطولات دورة ممتازة من احسن اللي موجود في التنبيم فرحان بالفوز متاعي اليوم في اللقاء الاول وان شاء الله نزيد نتمكن من انتصارات اخرى لايام القادمة